عايز بس أخد لقطة على نادي الزمالك أخيرة ليه علاقة بالحاضر مش الماضي بقى الحاضر زيزو تحديدا هل انت مع فكرة بيعه ولا لا ولو فكرة بيعه هل مع فكرة بيعه بسعر قد إيه يعني إيه السعر الممكن الزمالك بساوي ويوافق على بيع زيزو وإلا ما يبعوش خالص بص هو أنا ما بداية يعني أنا ضد البيع أصلا أصلا أه لأن أنا اللي شفنا الفترة اللي فاتت لأن ما بلقت أمشي نجوم الفريق فرسمي كده مش عارف أعوض ماشي فأنت واحد من العمود الفقر بتاع الفرقة دي ما مفردش فيه يعني أنا بالنسبة لي جون جون سردباك ديفندر واحد في كل الخطوط في كل خطوط لازم ده عمود لازم أنا زيزو لما بعمله هفقد قوة كبيرة جدا في ناس الزمالك دلوقتي زيه زي الوينش زيه زي الناس دي فأنا الوقتي نجحت إن أنا أجدد لفتوح عنصر مهم جدا برضو في الفرقة يعني ما ينفعش أهد بقى أنا عايز أبني وأقوي فرقة طي ما فرقة يقولك هي إن الظروف صعب أنا عارب وما يسيبك من الظروف والرقم يعني زيزو جاله 10-11 مليون دولار تماما الأرقام دي أنت هتجيب بيها فرقة ما أنا عارب بس فرقة مين طب أقول الحاجة ساسي ميشي وطريق محمد ميشي بن شرق ميشي مصطفى فتحي ميشي مصطفى محمد ميشي إمام معشور ميشي ده كان آخر فريق قوي في الزمالك صح قوي جدا يعني ما جبناش حد عوضهم لا جبنا لعيبة ومع احترامي كلهم لعيبة كويسة بس مش نفس القولة مش مش هم 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 بالظبط طرح نهاردة ما ماشي زيزو أنا مش شايف إن فيه لعيب في مصر يعوضه خالص مع احترامي لأي لعيب في الدولة في مصر مش يعوضه مم وهروح بقى كحاجة تانية عايز أقول لك عليها هروح أجيب أي لعيب الناس كلها عارفة إن أنا واخد خمسموائة مليون من وراء زيزو بقى بالدولار فهي يقول لك الله أنا ده خمسين وهو مع احترامي ما يسواش تلاتة مليون جنيه وده معروفة وش يعني مزبوط وكل واحدة هيجي يقول لها روح أطلب سردباك المفروض تمنه يعني شاكب راكب بسبعة مليون لو جيت تقيم إنه هو لعيب مش دول يعني هي دي كرسة في مصر صح انت جايب بتروح تشتري لعيب أصلا ما اخترهوش ولا مرة في المنتخب بيقول لك أربعين مليون صح يعني كل اللعيبة اللي علاها خناقة دلوقتي في الدور المصري كذا حد بتكلم عنها مش دولية مفيش لعيب فهم دولي يعني مثلا مره أنا أعطيها لعيب جامد جدا وراح الأهل من الاتحاد وهو بيخدوه من الاتحاد عمره ما كان نتضم من المنتخب ودلوقتي بعد كده كان نضم مرة بس مش بشكل فأنا أقول لك إن انت حتى اللعيبة عمرك ما تقدر تعوض زيزو فأنا يعني وجهت نظر أنا أنا ما أضحيش بحد زيزو لإني مش هلاقي البديل القوي إلا بقى لو انت شايف إن انت تقدر تجيب بدايل قوية جدا يعمل كده بس بدايل تعوض بالناس إن هي تناسيها زيزو يعني النهاردة النهاردة كلها بتحلم بساسي وبنشرق ليه؟ عشان كانوا في مستوهم في حد الوقت لحد الوقت يعني انت جيبت رعيبة كتير وعملت ضوء على ساسي وبنشرق لحد الوقت والحد الوقت جميل الزماج بتفكر في عوضة ساسي وبنشرق نفسهم يعني نفسهم يرجعوا لإنهم ما شافوا إنهم كوالة عالي ولعبة دولية وخبرات كبيرة طريق حامد مش قادرين نعوض من وقتها مصطفى محمد كان عندك مهاجم قوي جدا مصطفى فتحي إمام عشور الناس دي كلها أنت كنت عامل تيم جامد جدا فأنا مش مع الموضوع إن أنا مشي بس أنا مش عايف أجيب مين زعلت إنما إمام عشور مشي من دي الزمالك؟ أنا فنيا زعلت طبعا زعلت فنيا إن أنا خسرنا لعيب مستوى عالي لكن الحركة اللي حصلت وكده أكيد يعني هو حر يعني في اختياره أو كده أو هو شايف إنه هو يخسر جمهور الزمالك أو يخسر حب الناس دي دي حاجة بتاعته لكن ككورة وفنيا طبعا زعلت زعلت طبعا طبعا إنه كان يخدم الفرق أجامد يعني 100%